الآن في مود ثاني هو مود السباب أنا حغير على هذا الجهاز حول على سباب سباب عبارة عن ثلاثة اعدادات فقط السباب خمسة الاعدادين حقيقة حتى مود ثلاثة إضافة للFIO2 فهدول هني الاعدادات الوحيدة لهذا المود ما في تايدل فوليوم تايدل فوليوم بيحسب لي بس هذا جهد التنفس للمريضة وبالتالي أنا ما بقدر الاعدادات بلعب فيها فقط بالسباب أنا بطلع بالسباب وبنزل بطلع بالFIO2 اللي بيحددن الأكسجة كل ما كانت الأكسجة حاجة الميد أعلى من الأكسجة بدي سباب أعلى إضافة لارتياح المريض ما حقدر أخوض بتفاصيل من خلال فيديو ومسجل إنه شو هو كيف السباب بريح المريض لما برفعه لأنه هو بيحسن مطاوعة بيحسن بيخلي التنفس يصير على الجزء المطاوع من الرئة أو الجزء المطاوع من المخطط المطاوعة كلام كتير معاقد ممكن تقرؤوه بكتابي موجود إضافة لمحاضرات البيب عموماً أنا بستخدم السباب عند مرضى وذمة الرئة القلبية خمسة قليل يعتبر ثمانة بيبدأ برقم قليل لأنه المريض يتدايق إذا بدأت له مباشرة بضغط سباب عشرة سيتدايق كتير فأنا بيبدأ بضغط أربعة بزيده تدريجياً خلال عدد ربع ساعة عشر دقايق إلى خمسة إلى ثمانة حتى ما يرتاح من المريض والأكسجة تبعه تتحسن ممكن إبدأ بإفاعته مئة بالمئة ماذا يبدأ بخمسين هدول مرضى وذمة الرئاة نقص أكسجة فأنا بكون على مئة بالمئة أكسجة حتى ما أحصل تبعه أعلى من مئة أعلى من تسعين عفواً بعدين بعرف أنه هدلا مثلا هي ثمانين بالمئة مثلا الإفاعته فأنا هيدا طبعا سيت حاطينه إلى الارتي هون ريسفراتي ثربس حاطينه على خمسين مجرد كستاندرد بس أنا بوذمة الرئاة لأنني ما أحكي كثير في هالموتو بس يبدو الناس بحاجة هذا الكلام فهذا هو نظام السباب باختصار ما عندي أي شيء تاني أحكي عنه صراحة في طام عن السباب المريدة تحسنت أكسجته نزل الإفاعته للفورتي برسنت لأربعين بالمئة تلاتين بالمئة وإشباعه فوق تسعين عطيته إدرار بطريع منه بول منيح المريد صدره مع فيه خراخر مثلا بفحص الصدر السباب بقدر بنزل فيه للخمسة وبقدر بشيله إذا رد نزل أكسج المريد برجع برجعه هاي حلاوة هذا الموتو أنا أصلا معا ما بشيل المنفسة وبرجع بشيل القناع وبرجعه هلأ من الشغلات اللي بحكيها عن تطبيق القناع الأفضل أنه أنا حط القناع على وجه المريد بإيده لأنه هو ضغط عالي القناع على فكرة يعني هالضغط اللي هو خمسة أو سبعة أو ثمانة يعادل واحد راكب سيارة سيارة اللي فيها إلى خلفية مثلا تحميل وواقف فوق السيارة والسيارة ماشية في سرعة مية أو ميتين مثلا فعملية في ضغط هواء أو يطلع بيوشه هذا شعور ربما كله هاتنا جربنا هذا نفس الشعور مريد اللي بنحط على منفسه عنده قصور تنفسي عم تعطيه ضغط عالي هواء بضغط عالي يفضل تخليه بإيده أول شيء يحط القناع على وجهه يطبقوا ويضغطوا بشكل تدريجي بعدين بعد ما يتعود عليه ممكن يحط هدول المطاطات خلف الرأس هدول بيجوا مثل بيركبوا على رأسه الكوب وبينشدوا من تحت هيا بتتركب هون اذا بتنتبهوا عليها أنا بحاول حافظ على مسافة أصبعتين بين القناع وبين الوجه المريض بحيث أنه ما يكون ضغط كثير على وجه المريض وما يحدث استثريب هواء كبير القناع الضغط العالي إذا ضغطوا كثير على وجه المريض ممكن يعمل قرحات على جسر الأنف وعلى الخدين وهذا الشيء ما هو منيح أبدا أبدا هذا هو الشيء اللي بيخطر عبالي صراحة بالنسبة للتطبيق العملي للبايباب وللسيباب أتمنى أني يكون غطيت معظم الجوالب اللي بتهم الزملاء اللي بدي يطبقوه القسم النظري أنا مغطيه بشكل جيد بكتابي ممكن حتى أعمل محاضرة نظرية بس صراحة ماني شايف إلها مبرر حاليا أتمنى أني يكون حققت اللي مطلوب مني وإذا إن شاء الله في أسئلة ثانية يمكن على أساس الحد المحاضرة السلام عليكم